ست مستعبدات إفريقيات يضربن ويحتجزن رهينات في النبطي عنوان مقال نشره موقع كواسي الإفريقي وما الأحد تبعاً لاتصالات أجرتها اثنتان من العاملات مع الموقع بعد محاولتهما مغادرة المنزلين الذين تعملان فيهما نهائياً ونقل الموقع عن إحدى العاملات أنها ضربت أكثر من مرة من قبل مكتب استخدام يديره شخص يدعى صافي كمال قالت العاملات إنه يدير مافيا زارت الألبي سي آي السيد كمال في مكتبه في كفرساعتر في النبطية كل اللي قالت وهذا غير صحيح وأنا إذا بدي استعبد الناس بدي يكون على القليلة أهلاً لذلك وأنا الوحيد ما بينطبق علي هذا الموضوع لكونه أنا زوجتي أفريقية ولادي أفارقة المكتب ما نفتح مسلح ما بنضربه نحنا بالنهاية بنا تهزب لتروح عند الناس ما فينا نفوت عبيوت الناس وهي مثل ما هي طب إذا زبون إجيت لعندك يعني كافيل إجا وقال لك أنا بدي بنت بس ما بدي خليها تظهر كلام كمال هذا تعرض مع حديث جرابينه وبين الـ LBCI قبل يوم بعد أن أوهمناه أن سيدة باسم وهمي تريد استقدام عاملة إفريقية وباتصال مع الـ LBCI أكدت إحدى العاملات في المنطقة التي نتحفظ عن ذكر اسمها لحمايتها أن كمال ضربها مرتين بعد أن طلبت مغادرة منزل كفيلتها التي تسيء معاملتها وبعد أن وجد معها هاتفا خلويا وقالت أن كمال يمنعها من السفر وزارة العمل مستقيلة من هذا القطاع وتركته لمكاتب الاستقطام أنه هن يجيبوا مئات ألاف العاملات على لبنان المطلوب أن وزارة العمل تأخذ مهامة طبيعية باستقطاب هود النساء وبمرأبة أوضاع العمل تبعهم في لبنان الجدير بالذكر أن النيابة العامة في الجنوب فتحت تحقيقا بعدما وصلها إخبار عن القضية يبقى نظام الكفالة بحسب العديد من الحقوقيين أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى استغلال العاملات الأجنبيات في لبنان فمن دون إصلاح أو إلغاء هذا النظام تبقى العاملة الأجنبية عرض لأبشع الممارسات من النبطية دلال معود البي سي آي